بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم الدرس الثاني من هذا الموضوع موضوع العبادات المسح على الخفين والجوربين قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله عز وجل يريد التخفيف علينا إن من تيسير الله تعالى علينا في العبادة أن نتوضأ فنمسح على الخفاف والجوارب جمع خف وجمع جورب دون نزعها يعني دون خلعها تمسح عليها بدون تخلح وقد رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خفا فتوضأ ثم مسح على خفيه وقال المغيرة ابن شعبة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين ما الفرق الجورب هو ما يلبس على الرجل من الصوف والقطن مصنوع من الصوف أو مصنوع من القطن ونحوهما ويصل فوق الكعبين يغطي الكعبين يغطي الكعبين وطبعا الكعبين اللي هم العظمتان البارزتان فوق القدم هذا هو الكعب عندما الجزء اللي في الأسفل خالص هذا يسمى العقب أما الكعب فهو العظمتان البارزتان يبينه شمال طبعا فوق القدم إما الجورب ما يلبس من إيه بأه من الصوف والإيه والقطن طيب أما الخف فهو يشبه الجورب شبه إيه الجورب أو الشراب هذا لكنه مصنوع من إيه من جلد إبه هذا هو إيه الفرق مصنوع من جلد ويصل فوق الكعبين أيضا طيب ما شروط المسح على الخف والجورب أولا أن يلبس هذا الخف أو الجورب يلبس على طهارة يعني على وضوء تكون متوضي طبعا وتلبسه أن يكون الجورب طاهرا طبعا بعيد عن أي إيه قاذرات أو نجاسة أو غير ذلك ثالثا أن يغطي الكعبين أنه يكون فوق الإيه الكعبين وليس تحت الكعبين كيفية المسح كيف نمسح على الخف والجورب نأخذ قليلا من الماء ثم نمسح على الجورب الأيمن باليد اليوم ده ثم نأخذ قليلا من الماء بيديك قليلا من الماء هكذا ثم نمسح به على الجورب الإيه الأيصر إما الأيمن تمسح عليه وبعدين الايه الايصر اليمين والشمال طبعا انت بتمسح باديك الايه اليمين فقط مش بالايدين مش بالايد الشمال كيف يبطل البسح اذا وجد موجب للايه للغسل يعني اي شيء بيوجب عليك الغسل انك لازم تغتسل يبطل البسح ايضا انتهاء مدة البسح اذا انتهت مدة البسح فقد مطل هذا الايه المسح وعليك انك ما ايه تتوضى وتلمس وتمسح من جديد ثم بعد ذلك نزع الجورب لو انت خلعت الجورب خلاص يبا كده انتهى الايه المسح يبا تمسح عليه من جديد مرة اخرى ما هي مدة البسح للمقيم يوم وليلة يعني يجوز للمقيم انه هو يمسح على هذا الجورب او الخف يوم كامل يوم بليلة اي خمسة فرود تقريبا لهم الخمس ايه فرود ممكن يصلي وهو لابس الايه هذا الجورب اما المسافر فيجوز له ان يمسح لمدة كامل ثلاثة ايام بلياليها طبعا للمقيم يوم بليلة فقط اما المسافر ثلاثة لان المسافر طبعا له يعني حالة خاصة وهو على سفر فتزيد الايه الايام باذا هذا هو المسح على الايه الخفين والجوربين باختصار